الحياة أنه الموتش مبارح كان حماسي جداً وحقيقي كان حلو جداً مش هنتكلم بس فكرة أنه أداء يعني لا بأس به مثلاً بس كانت النتيجة في صفنا لا الأداء كان حلو جداً الشوت الأول ابتدى النادي الأهلي بحماس وبقوة واستكمل كمان في الشوت الثاني ودي يمكن من الحاجات اللي منشفهاش كتير الحقيقة مش بس في الأهلي احنا يعني بنعاني يمكن من الأزمة دي من الآفة دي لكن احنا شفنا الأهلي على مدار الشوتين أداء قوي جداً حماس بين اللاعبين حتى يمكن التراغم بين اللاعبين كبير جداً صحيح وفريق الحاجات ده فيه يعني لعيبة كبار جداً طبعاً ودي بقى شفت الموتش زي يعني الحقيقة كان بالنسبالي بشكل شخصي شفته موتش مفاجئ جداً بالنادي الأهلي خاصة أن النادي الأهلي في الفترة الأخيرة بيعيش مرحلة تزبزب على مستوى الأداء على مستوى النتيجة شكوك كتير دخلت في الفريق شكوك كتير حصرت المدير الفني مارسل كولر بداية سيئة جداً للموسم بخصارة السوبر الأفريقي ثم دور السوبر الأفريقي ثم تعصر متتالي جولتين في دور الأبطال الأفريقي عمام يانجي أفريكانز وشباب بروزداد كل العوامل دي خلتك في محل شك قدام تجربة كأس العالم الآن دي خاصة زي ما حضرتك قلت لما الأمر يرتبط بفريق يقوده كريم بن زيما جولو كانتي فابينيو أسماء عملاقة ميزانيات مفتوحة وانفاق غير محدود من بداية الصيف الماضي تم في اتحاد جدة تغيير المدير الفني في توقيت كان الهدف الأساسي منه هذه المباراة مباراة الأمس اتحاد جدة والأهلي فبالتالي كل هذه العوامل المحيطة زنب الراجل ده كل العوامل كانت بيتقول أن الأهلي في اختبار صعب جداً اختبار معقد جداً كلنا كمحللين قنقات بنتحدث قبل المباراة عن الأهلي كونه القسم المستضعف أو الأقل حظاً في الفوز بالمباراة فكان مفاجئ ليا بشكل كبير أن النادي الأهلي يفرد كلمته ويفرد سطوته على المباراة يتحكم في كل شيء يفوز بسهولة مفيش أي صعوبة يقزم اتحاد جدة ويقزم لعابي سهولة وجدار الحقيقة أكيد كان فيه تعجيز كامل سواء للإدارة الفنية لاتحاد جدة على الخط أو حتى للنجوم الفريق داخل الملعب كان فيه تعجيز كبير جداً الأهلي ظهر بقوة أجبرت الجميع هناك أنهم يعترفوا بقيمة الأهلي وبإسم الأهلي وبإسم الأهلي بعد ما كان فيه لغة استهانة قبل المباراة فبالتأكيد كانت بداية كنا محتاجينها مدلولة على قوة اللعب المصري ما زال قادرة على مجابهة أهم الأسماء ومهما كانت الميزانيات اللي بيتم ينفقها ما زال الأهلي قادرة على أنه حق أنصارت كبيرة